تاج الحديث مر علينا في الحلقة الماضية العلاقة مع الزهراء الزهراء صلوات الله وسلامه عليها إمام من أئمتنا أئمة الأئمة ثلاثة محمد وعلي وفاطمة سلسلة الإمامة الأم إنها سلسلة الأئمة الأربعة عشر الإمام الثالث فيها فاطمة صلوات الله عليها فاطمة القيمة على ديننا فاطمة أمنا الدينية أمنا العقائدية وبالأصالة لأن زوجات النبي أمهات المؤمنين ولكن بالعرض هذا المقام مقام عرضي يوصفن بهذا الوصف لانتسابهن لرسول الله إذا ما كفرت إحداهن خرجت من هذا الوصف إذا ما طلق النبي إحداهن خرجت من هذا الوصف لأن زوجات النبي ما هن بمعصومات احتمال الكفر وارد عليهم التي تخرج على إمام زمانها مثل ما فعلت عائشة في البصرة وبسببها وبسببها سفكت الآلاف المؤلفة من الدماء فما هو حالوة؟ ما هو شأنها؟ ليس الحديث عن عائشة وعن مثيلاتها بالإجمال زوجات النبي أمهات المؤمنين عرضا بالعارض بينما فاطمة أم المؤمنين بالأصالة لأنها نفس محمد لأنها أم محمد هو الذي يقول من أنها أم أبيها فعينما تكون فاطمة أما لأبيها فإنها تكون أما لنا بالأصالة فاطمة روح محمد التي بين جنبيه هكذا يقول صلى الله عليه وآله ففاطمة أمنا الدينية أمنا العقائدية بالأصالة إنها أم المؤمنين حقيقة حقيقة وهذا المقام مقام ذاتي لها ليس مقاما عرضيا لأنها 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 تمثل محمدا تمثيلا ذاتيا هذه فاطمة فاطمة فطمة العقول عن معرفتها فانظروا فانظروا سخافة علماء سقيفة بني ساعدة وهم يجرون المقارنات في الفضل فيما بين فاطمة وعائشة هذا موجود في كتبهم هذا موجود في كتبهم والبعض منهم يفضل عائشة على فاطمة في بعض الجهات في علمها مثلا أو في غير ذلك من حديث الترهات أمة غبية أمة غبية أمة الجعوش أمة الجعوش تتبع حميرة السقيفتين هذا هذا هو الواقع هذا هو الواقع حدثتكم عن شأن فاطمة في عنوان الأمومة الربانية وتلك أمومة هي غير الأمومة التي أشرت إليها قبل قليل فاطمة أمنا الدينية أمنا العقائدية هذا الوصف وهذا الشأن فيه سمة بشرية لأنه يرتبط بنا ارتباطا مباشرا أما أما مقام الأمومة الربانية لفاطمة فذلك مقام آخر إنه المقام الذي حدثتنا آيات القرآن عنه في سورة الزخرف في سورة الدخان في سورة القدر ومر الكلام بهذا الخصوص لا أريد أن أعيد حاولوا أن تتدبروا في مضامين الحلقة الماضية سيعاد البرنامج سيعاد البرنامج بعد أن تكتمل حلقاته والحلقات تتوفر على الشبكة العنكبوتية تابعوها 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 وادرسوها وتمعنوا فيها هذه حقائق دين العترة الطاهرة إذا كنتم تريدون أن تكونوا على دين العترة الطاهرة الأمومة الربانية وثانيا القيمومة الإلهية فعلاقتنا بالزهراء تبتني على هذه الأسس فاتحة الكلام فإن الزهراء أمنا الدينية أمنا العقائدية ومثل ما قلت لكم هذه الأمومة فيها سمة بشرية لأنها ترتبط بنا ارتباطا مباشرا أما الأمومة الربانية فذلك فذلك شأن تكويني قبل أن يكون شأن تشريعيا فإن التشريع يأتي في حاشية التكوين والأمر هو هو في القيمومة الإلهية كونها كونها قيمة على الدين هذا في حاشية قيمومتها الإلهية الدين دينها وذلك دين القيمة وذلك دين القيمة كما في الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وبحسب تفسيرهم لقرآنهم فإن الباقرة صلوات الله وسلامه عليه يقول القيمة فاطمة وذلك دين فاطمة فمن كان على دين العترة فهو فاطمي فهو زهرائي فهو فاطمي فهو زهرائي من هنا من هنا جاء الاشتقاق في قول زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي أعتقد أن صورة صارت واضحة خصوصا إذا تذكرنا أن إمام زماننا يتخذها أسوة وجعلها وجعلها عنوانا في أول رسالة في أول بيان يصدره عن مشروعه العظيم حينما أرسل رسوله إلى المسجد الحرام كي يبلغ الناس البيان الأول مضمون وروح البيان الأول في أولى أولوياته فاطمة صلوات الله عليها مثلما بينت ذلك لكم في الحلقة الماضية هذه العلاقة الأولى عنواننا ليس بعيدا عن أذهانكم منظومة العلاقات الفائقة إنها علاقات وليست علاقة واحدة حديثنا أولا عن العلاقة مع الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وإني لأغبط نفسي وأغبطكم أن نتشارك في هذا الحديث في حديث عن أمنا العقائدية وعن أمنا الدينية فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هنيئا لي وهنيئا لكم ونحن ونحن نتشارك في هذا الحديث ما بين متكلم ومنصت يسمع إلى أعذب الكلمات من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين العلاقة الثانية إنها العلاقة مع إمام زماننا وحينما أقول العلاقة الثانية بحسب التسلسل في الحديث وإلا فلا يوجد تفريق بين علاقتنا بالزهراء وعلاقتنا بإمام زماننا لكن الكلام يحتاج إلى تبويب وترتيب فهذا الترتيب ترتيب اعتباري وليس حقيقيا علاقتنا مع الزهراء هي هي في عينها علاقتنا مع إمام زماننا وعلاقتنا مع إمام زماننا هي هي في عينها علاقتنا بالزهراء صلوات الله عليها لكن التسلسل أمر اعتباري لتنظيم البحث والكلام إذن بعد الحديث عن علاقتنا بالزهراء ينتقل الكلام إلى علاقتنا بإمام زماننا بغاية آمالنا بالحجة الإلهية المطلقة في كل طبقات هذا الوجود إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا الموضوع موضوع وحسع لكنني سأجعل له حدودا تقريبية الحد الأول إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران إنها الصفحة الرابعة والعشرون بعد المئتين من حديث طويل هو الحديث الأول في بابه عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه حديث من أجمل الأحاديث في وصف أئمتنا بنحو عام وفي وصف إمام زماننا بنحو خاص الإمام في كل زمان وفي زماننا إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه الإمام الإمام السحاب الماطر أنا لا أجد وقتا كي أقف عند كل كلمة عند كل جملة إنما أعرض الموضوع عرضا إجماليا لأنني بصدد بيان حدود علاقتنا مع إمام زماننا وهي حدود تقريبية هكذا يكون اعتقادنا وتصورنا عن إمام زماننا وهكذا نتواصل معه أكان ذلك في زمان الغيبة أم كان ذلك في زمان الحضور والظهور الإمام الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة قد تلاحظون أن المعاني متقابلة هذه مقامات الإمام هذه شؤون الإمام وكل مقام له خصائصه وكل شأن له حيثيته الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة إنما يقال للأرض من أنها بسيطة كي يكون الانتقال والتحرك والعمل والزراعة والبناء والصناعة كي تكون كل هذه الأمور سهلة يستطيع الإنسان أن يتعامل معها بسهولة كي ينتفع منها في شؤون حياته اليومية ما يرتبط منها بدينه أو ما يرتبط منها بدنياه الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة الإمام 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 الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت في الداهية النآت في الداهية العظيمة في البلية الكبيرة ومفزع العباد في الداهية النآت الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله الحديث طويل طويل إلى أن يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره حتى يقوم أولئك الأعراب الذين لا يحسنون تنظيف أدباره حتى يقوم أولئك الأعراب الجهال الجفات الذين 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 لا يمتلكون أدبا في التعامل مع رسول الله سورة الحجرات وهضحت رزية الخميس أوضح وأبيان أولئك أولئك أمة فاشلة هذه الأمة وأية أمة خبية هذه الأمة تترك أهل محمد وتتبع أولئك الذين يبولون على عقابهم فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأن أين وجه المقايسة بين آل محمد وبين تلك النماذج التي مهما جمعنا من الكلمات في وصف قبائحهم فإننا لن نستطيع أن نتحدث عن قبحهم إلا نزرا يسيرا فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأن كيف وأن وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله لو لم يكن عندنا في معرفة أئمتنا إلا هذه الكلمات فإنها تكفينا وتكفينا وتكفينا هذا هو الحد الأول من حدود علاقتنا بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه وكيف يوصف بكله وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره وقد عجزت عقولنا عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله صلوات الله وسلامه على قائم آل محمد نذهب إلى فاصل